خلال مشاركتها في الأعمال الختامية لملتقى السلام والأمن في الشرق الأوسط والذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دوهوك أكدت السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي دعم بلادها للعراق وإقليم كردستان العراق في إعادة تأهيل البنى التحتية وخلق فرص عمل ومحاربة الفساد المالي والإداري مضيفة أن الاستراتيجية القومية الأمريكية لديها رؤية شاملة لدعم وتوسعة آفاق التعاون والربط مع الجهات الفاعلة في العراق والمنطقة التقيت برئيس الوزراء وعدد من وزراء حكومته ونحن مقتنعون أن يكون هناك تعاون وعلاقات مع رئيس الوزراء وكابنته الحكومية بالاستناد إلى اتفاق الحوار الاستراتيجي الذي أقر عام 2008 والذي يتعدى القضايا الأمنية إلى كثير من القضايا التي نعمل على تحقيقها مع العراق مثل بناء الاقتصاد وخلق فرص عمل ومحاربة الفساد وتغيير المناخي وتقوية البلد بشكل عام وهذا يتطلب اتخاذ تدبير قوية لبناء السلام في هذا البلد من جانبه أشار رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد إلى جهود الإدارة الجديدة للبلاد في إطلاق الخدمات العمومية وفي مختلف القطاعات التي تتعلق بحياة المواطنين مع ضرورة بناء شراكة حقيقية لحل الخلافات الداخلية السياسية والإدارية وخصوصا المشاكل بين بغداد وأربيل وهو ما يقتضي الاستناد على الدستور وإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي يجب بناء شراكة حقيقية لحل مشاكلنا الداخلية بالإضافة إلى حل المشاكل ما بين بغداد وأربيل بالاستناد على الدستور وبشكل يرضي الطرفين وهذا يقتضي اتخاذ خطوات استباقية من قبل البرلمان الاتحادي وإقليم كردستان بسبب غياب قانون النفط والغاز الاتحادي آمل البدء بتشريع قانون النفط والغاز بأقرب وقت رئيس مجلس النواب شخصت تحديات التي تواجه دول الشرق الأوسط وحاجة توسيع آفاق الحريات وتأمين العيش الكريم لشعوبها محذرا في نفس الوقت من عودة التظاهرات في حالة تغاضي عن إجراء الإصلاحات وإطلاق الخدمات إن فضاء حرية التعبير وتطلع المجتمعات إلى ظروف عيش أفضل يجعل من احتمالية عودة التظاهرات في العراق وفي دول الشرق الأوسط واردة جدا وعلى الحكومات والدول أن تبادر إلى أجراءات استباقية من أجل تحسين الوضع المعيشي لشعوبها وبحسب الباحثين المشاركين في المؤتمر فإن الأزمات الاقتصادية والمالية وتراجع الخدمات والحريات وانتشار الفساد وتدخل بعض الدول بقضايا دول أخرى سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التحديات الأمنية الداخلية والمجتمعية في تلك البلدان ما يقتضي إجراء إصلاحات شاملة تحسن وضع الحريات والمعيشة في تلك البلدان أن يبرض الحرة